اشتركوا في القناة عن عالمنا الفنانة العراقية ميلاد سري بعد صراع دام سنوات مع المرض اذ نشر الاعلام نزار الفارس عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام الصورة تجمعه بالفنانة القديرة العراقية ميلاد سري وعلق عليها قائلا الفنانة ميلاد سري في زمة لها كما نعت نقابة الفنانين العراقيين الفنانة ميلاد سري التي رحلت عن عالمنا بعد صراع دام سنوات مع المرض وعلقت النقابة في بيان ببالغ الحزن والاسى تنعي نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة ميلاد سري التي وافتها المنية هذا اليوم بعد صراح طويل مع المرض سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم زويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانة الكويتية امال عباس توفية الفنانة الكويتية امال عباس عن عمر نهز 63 عاما بعد صراح طويل مع المرض ونشر الفنان الكويت داود حسيا صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته بانستجرام قائلا الله يرحمها ويخفر لها ويتغمد روحها الجنة ان لله وانا اليه راجعون البقاء لله وعبر مقطع مصور على انستجرام قال عضو جمعية الصحفيين الكويتية نايف الشمري ان لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الفنانة امال عباس الله يرحمها ويغمد روحها الجنة وبحسب الشمري فان الفنانة امال عباس نقلت الى مستشفى مبارك بالكويت قبل عدة ايام وعانت من غيبوبة تسمم في الكبد وتوفيت سريريا قبل اربعة او خمسة ايام قبل ان يعلن الطبيب وفاتها رسميا بدأت الفنانة الراحلة مشوارها الفني في الكويات عام 1984 في اوباريت سندريلا بعدها شاركت في العديد من الاعمال التلفزيونية مثل الحادث وحكايات من التراس الشعبي ورقية وسبيكة وزوجة بالكمبيوتر وزوجة تحت التمرين والطامعون وللحياة بقية وغيرها الكثير من الاعمال وتنوع ظهور الفنانة الراحلة ما بين المسرح والتلفزيون والازاعة اضافة لشهرتها من خلال اداء دوار الشر في الاعمال التلفزيونية والمسرحية كانت مشاركتها في مسلسل الحيالة عام 2003 في دوار حكيمة الى جانب الفناني عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفاسي من اهم المحطات في حياتها الفنية توقفت عن العمل في عام 2017 بعد تعرضها لوعكة صحية اسكانت تعاني من مرض خطير في القلب وفي عام 2018 سافرت الى الهند في رحلة علاجية حيث اجرت عملية جراحية لتغيير صمام في القلب وعملية اخرى في الظهر لازالة كتل الدم في العمود الفقري اثرت على النخاع الشوكي وتسببت في شلالها وفاة الفنان المصري على عبد الخالق في خبر حزين شكل صدمة بالوسط الفني توفي نجم التسعينيات على عبد الخالق عن عمر ناهزة 55 عاما بعد صراع مع المرض دام لفترة قصيرة كان الفنان حسام حسني اول من نع الفنان الراحل عبر فيسبوك على عبد الخالق في زمة الله ادعو له بالرحمة انا لله وانا اليه راجعون كما نعاه عدد كبير من النجوم ومنهم الفنان عمر دياب والفنان مصطفى جمر والفنان ايهاب توفيق والفنان حميد الشاعري والفنان عمر مصطفى والمطرب محمد فؤاد والمطرب محمد دياب والفنان مراد مكرم وغيرهم من النجوم كما نعت نقبة المهن الموسيقية الراحل في بيان جاء فيه ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق على عبد الخالق وتابعت النقبة في بيانها لذا يتقدم النقيب العام لنقبة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وزويه بأصدق التعازي الحارة سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جنانه وأن يلهم زويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون التقى المطرب الراحل بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له في عام 1985 وشارك في نفس الألبوم حميد الشاعري في أغنية بحبك كون وأصدر المطرب الراحل ألبوم وياكي في عام 1987 ثم على شانك عام 1989 وألبوم رجع لك عام 1990 وألبوم هتعرفيني عام 1991 وغيرها الكثير من الألبومات الفنان السوري محمود جاركس توفي الفنان السوري محمود جاركس عن عمر ناهز تسعين عاما ونعت نقبة الفناني السوريين الفنان الراحل في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك قائلة فرع دمشق لنقبة الفنانيين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جاركس إن لله وإنا إليه راجعون والفنان الراحل من موليد دمشق العام 1933 وتعلم فن التمسيل في المسرح العسكري العام 1958 وفي رصيده أكثر من 60 عملا فنيا وعشرات من الأعمال التلفزيونية والإزاعية وكان آخر أعمال الفنان السوري الراحل محمود جاركس هو فيلم سفر الأجنحة ومسلسل بقع الضوء 3 كما شارك في عام 2002 بمسلسل سقر قريش الذي يروي سيرة حياة عبد الرحمن الداخل وكتب العمل الدكتور وليد سياف وأخرجه الراحل حاتم علي وفي سقر قريش أدى محمود جاركس شخصية أبو النجم الطائي كما أدى شخصية ميمون ابن نجيب الواسطي في مسلسل عمر الخيام في العام نفسه كما شارك الراحل في أحد أبرز أعمال البيئة الشامية وهو مسلسل الخوالي في العام ألفيا وأدى شخصية الشياخ أبو العالميا وشارك في مسلسلات الجمل والنصية وياكوت والعببيد والفراري وحمام القيشان اثنين وقانون الغاب بالإضافة إلى التمثيل المتراوح بين الدور السابت وتأدية دور ضيف الشرف شارك الراحل في دبلجة برامج الأطفال وأدى شخصية الجد أبو محمود في مسلسل كارتوني صدر العام 1993 وحمل اسم أشياء تجبه الفرح إلى جانب مسلسل آخر باسم وداعا ماركو صدر العام 1976 وفاة الفنان المصري الشاب أحمد قنديل أرحل عن عالمنا الفنان الشاب أحمد قنديل عن عمر يناهز 36 عاما بشكل مفاجئ إثر تعرضه لأزمة قلبية وذلك بعد وفاة والدته بسبعة أشهر فقط شارك الفنان الراحل أحمد قنديل في مسلسل الاختيار وجسد دور الشهيد إسلام مشهور وقدم أحمد قنديل خلال أحداث المسلسل دور الشهيد إسلام مشهور الذي أتقنه ونال إعجاب الجمهور وأسرة الشهيد ومن أهم الأعمال التي شارك فيها الفنان الشاب أحمد قنديل مسلسل إحنا الطلبة وفيلم وقفة رجالة ومسلسل عد تنازلي ومسلسل الزايبق ومسلسل الاختيار ثميان وفيلم ليال وبيئة العيالة ثلاثة الذي لم يعرض بعد وكشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية في مصر في تصريحات أن سبب وفاة أحمد قنديل هو أزمة قلبية حادة وفاة الفنانة السودانية نانسي أرسليا نعى مواطنون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مواطنتهم الفنانة الشعبية نانسي أرسليا التي وافتها المنية إثر أزمة صحية مفاجئة ونقلت الفنانة السودانية إلى المستشفى في العاصمة القاهرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة ولم يتم تحديد ملابسات وفاة الفنانة نانسي أرسليا لكن متابعي قالوا إنها عانت من مشاكل صحية مفاجئة نقلت على إسرها للمستشفى قبل أن تتدهور حالتها الصحية لفتنا إلى أن مرض السكري كان سبب الوفاة واشتهرت نانسي أرسليا بصوتها المتميز وأغانيها المستنبطة من الفلكلور الشعبي السوداني وبعد شهرتها اتجهت للقاهرة بعد الأحداث التي حدثت في السودان وهناك تابعة الغناء ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر